بسم الله الرحمن الرحيم يجوز للإنسان أن يحمل بيده المصحف أو كتاب الدعاء في الصلاة أن يفتحهما ويقرأ ما فيهما من آيات أو أدعية اختيارا وفي غير الاختيار أي في حالة الاضطرار إلى ذلك فالأمر أوضح يعني شخص يعني يصلي بيده قرآن يقرأ سورة معينة يجوز يجوز إذا سئل لماذا تحمل المصحف بيدك قد يقول أنا مضطر أنا لا أحفظ سورة الحمد أنساها فيفتح القرآن أو بيده ورقة كتب فيها السورة يقرأ نعم الأولى الأحوط استحبابا أو نقول بالكراهة في هذا الأمر إذا لم يكن هناك اضطرار الحين مرة نتكلم عن حالة الاضطرار يقول أنا محافظ سورة الحمد قل هو الله أحدا محافظة في بعض الناس هالشكل ضعيف الذاكرة أو يريد أن يقرأ سورا معينة في صلوات معينة هناك شور ترد مثلا في مواطن أو آيات مرة علينا في صلاة الغفيلة يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد وذنون الذهب مغاضبة مو حافظها كاتبها بورقة ويقرأها في الركعة الثانية وعنده مفاتح الغيب مفاتح المصحف يقرأها في عشرة ذي الحجة هناك صلاة وردت في الليالي العشر من شهر ذي الحجة من ليلة أول الشهر إلى الليلة العاشرة ليلة العيد بين المغرب والعشاء يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحدا وقوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين الرواية مضمونها أنه من فعلها شارك الحاجة في ثوابهم محافظها يفتح المصحف يقرأها كثير توجد موارد اللي فيها آيات معينة سور معينة فإذا كان عنده عذر واضح هذا ما فيه أي مشكلة أما إذا فرض أنه أحب ذلك حافظ لكن يقول أنا ودي أفتح القرآن أفتح كتاب الدعاء يريد يقرأ لدعاء معين في القنوة وماسك مفاتيح الجنان ينظر فيه ويقرأ يجوز نعم يجوز هناك رواية تنهى ورواية تجيز عادة في كثير من أبواب الفقه قد تأتي روايتان إذا فرض أنهما تمت سندا إحداهما تقول لا تفعل الثانية تقول يجوز لك أن تفعل هذه لا تفعل النهي أنهي ظاهر في التحريم وليس نص قد يستعمل النهي في الكراهة أما يجوز لك أن تقرأ أن تفعل هذا الشيء هذا نص في الجواز فيحمل الظاهر على النص نقول مثلا هذه لا تفعل لا يقصد بها التحريم وإنما الكراهة هناك تصور عند بعض العلماء هو أنه إذا كان قد أمسك المصحف بيده وواقف ماسك المصحف في طول فترة القراءة يرى بعض العلماء أن هذه حركة كثيرة يعني يفترض أنه من شال إيده هذه حركة ومستمرة ولو إيده ما قعد تروح وتجي يعني ما قعد يصعدها وينزلها لكن يفترض أن هذه العملية عملية الرفع مثلا بشكل متصل نوع من الحركة المستمرة لكن هذا خلاف الفهم العرفي يعني لو واحد الحين واقف بالصلاة طردنا خلوا الآن ماسك مصحف أو كتاب دعاء واقف بالصلاة الشكل حاط إيده ماسك إيده الشكل رافعها ليش الشكل يسوي يقول عاجبني لسبب ما الشكل رافعها الإيده طول فترة القراءة هل نقول هذا في طول هالفترة يده في حالة حركة لا اللي يشوف يقول إيده ساكنة ثابتة تمام هي دقيان بالدقة الفلسفية إيده مرفوعة فطول هالفترة كأنه رافع يده عموما يجوز يجوز للإنسان أن يقرأ السور والأدعية في المصحف في كتب الأدعية يجوز له أن يكتبها في أوراق ويقرأها كل هذا جائز لو فرض أن المصلي شخص مثلا كبير في السن لا يحفظ يلقنه شخص آخر هذا ما فيه أي إشكال هذا ما فيه أي إشكال لأنه ما أمسك شيئا بيده يلقنه شخص آخر اليوم بعد الأمور صارت أسهل هذا اللي وده مثلا يقرأ سورة معينة أو يخاف ينسى ممكن يسجل الآية السورة بعد تليفونات النقالة اللي صارت في كل جيب يسجل السورة اللي يريدها أو يحطها وقت الصلاة يطلع لهذا يشغله يستمع له ويقرأ وراء هذا هم حل مر علينا أنه يستحب يستحب أن ينظر المصلي أثناء القراءة إلى محل سجوده وليس هذا لازمة يعني لو رفع رأسه مثلا نظر إلى الأمام ما في إشكال وهذا واضح اللي يمسك كتاب أو مصحف بيده أولا ما قعد ينظر إلى موضع سجوده ممكن شوية هميمير راسب أثناء القراءة هذا المقدار القليل ما يأثر الميلان البسيط والنظر ترك النظر إلى موضع السجود أيضا ما في إشكال لأنه ترك شيئا مستحبة فاته مستحب لا أكثر سيدة سيدة أعصد السلام يحطون فيه الكتاب على الجنب زين نفترض حاط هذا الكرسي كذلك يحطون عليه القرآن المصحف الشريف وفاتحه وشوية صائر على جنب فشوية يميل إبراسة قليل بحيث يبقى عرفا وجهه إلى القبلة هذا ما يأثر الميلان الكثير يضر فرض نحط على جانب الأيمن وداير وجه وطالع هذه مشكلة أما إذا كان الميلان يسيرا فلا يضر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة كانت الصلاة أمواج مستحبة لابد أن تقرأ الفاتحة سورة الفاتحة ما بها نقاش لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب صلاة الواجبة والمستحبة وفي الصلاة الواجبة مر علينا أن الأحوط وجوبا أن يقرأ بعد الحمد سورة كاملة أية سورة شاء طويلة كانت السورة أم قصيرة استثنينا من ذلك سور السجدة السور التي فيها سجدة واجبة هذه لا تقرأ في الفريضة نعم في الصلاة المستحبة يجوز أن يقرأ الإنسان مثلا سورة العلق حافظ سورة النجم واقف يصلي صلاة الليل أو صار بناء يقرأ بعد الحمد سورة النجم قرأها إلى آخر آية فيها فيها سجود زين شي سوي ينزل يسجد ويوقف ويركع قرأ سورة العلق آخر آية فيها آية سجدة في الصلاة المستحبة يعني في صلاة الليل في نافلة الظهر في نافلة الصبح أي نافلة أي نافلة يجوز للإنسان أن يقرأ سور السجدة ويسجد ينزل يسجد ويقوم يوقف وما عليه إشكال يكمل صلاته لكن في الصلاة الواجبة لا يجوز له ذلك كذلك السور الطوال لا تصح قراءتها في ضيق الوقت إذا كان الوقت واسع فليقرأ ما شاء أما فرضنا الآن قاعد الصبح باقي ثلاثة أربع دقائق تطلع الشمس يريد يقرأ سور طويلة يريد يقرأ سورة الواقعة مثلا هذه تفوت على الوقت لا يجوز له ذلك هذا ما يرتبط بالركعتين الأوليين ومر علينا أيضا أن هناك أربع سور المعروف عند الفقهاء أن كل اثنتين منها تعدان تعدان بسورة الظحى وألم نشرح هاتان تعدان سورة واحدة في الفريضة اللي يريد يقرأ إحدى هاتين السورتين لابد أن يقرأ الأخرى معها وبالترتيب الظحى أولا ثم ألم نشرح مع البسملة بينهما هذه ثنتين والفيل والإلاف الفيل والإلاف هاتان تحسبان بسورة واحدة على الأحوط وجوبا اللي عجبه يحب أن يقرأ أحدى هاتين السورتين في الفريضة في الفريضة لأن في النافلة لا مشكلة يقرأ حتى له آية وحده فالفريضة إن أراد أن يقرأ فليقرأهما معا ويقدم سورة الفيل ثم بعدها سورة الإلاف وبينهما البسملة يصير الإنسان يقرأ دائما في صلواته سورة قل هو الله أحد ما يقرأ أي سورة ثانية يصير سورة قل هو الله أحد ثاني سورة في القرآن من حيث الأهمية أهم سورة في القرآن سورة الحمد اللي الآية الكريمة تقول وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ وَأَهْمِيَتُهَا تَظْهَرْ تَعْدِلْ ثُلُّثَي يمكن مضمون الرواية النبي صلى الله عليه وآله قال يوما لأصحابه أيكم يختم القرآن في كل ليلة سلمان قال آنه قال أيكم يقوم الليلة كله سلمان قال آنه قال أيكم يصوم الدهر كله سلمان قال آنه ثلاثتها وقام طلع هناك شخص شخص واحد قاعد هناك ما عجبه الكلام قال يا رسول الله شنو الحجي هذا كله يقول آنه آنه أنا أراه ينام الليلة في كثير من الليالي نايم شون يقول أنا الليلة كله أقوم وأتعبد ويقول أنا كل ليلة أختم القرآن وين يختم القرآن ما شفناه مثلا أحيانا قد جزئين ما يقرأ وما يصوم الدهر كله كثير من أيام مفطر لعل في مضمون الرواية النبي صلى الله عليه وآله بعث خلف سلمان قال له تعال هذا معترض هالشخص شنو الجواب قال إيه أنا سمعت منك يا رسول الله تقول من قرأ سورة التوحيد فكأنه قرأ ثلث القرآن أنا كل ليلة من أنام أقرأها ثلث مرات هذه عن ختمة قرآن فكل ليلة قعد أختم القرآن وسمعت وسمعت منك يا رسول الله أنه من بات على طهر فكأنما قام الليلة كله أنا كل ليلة أتوضى وروحنا بيت على طهر وسمعت منك يا رسول الله أن من صام ثلاثة أيام في كل شهر فكأنما صام الدهر أو الشهر أنا كل شهر أصوم ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها ثلاثة أيام عن ثلاثين يوم مثلا يعني زيان واحد هالأمور يرتبها ويسويها أشياء قد تكون سهلة لكن لها آثار عظيمة أموما نرجع لمسألتنا يصير واحد بكل فرائضه ونوافله يقرأ قل هو الله أحد كلها وأحسن شيء هذه أفضل شيء وارد في مضمون خبر أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام الله كان قد ذهب في سرية مع جماعة من المسلمين في سرية لقتال الكفرة والإمام هو يصلي بهم جماعة يأمهم فكان في كل الصلوات يقرأوا لهو الله أحد لما رجعوا إلى المدينة جاءوا معترضين إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا لأمير المؤمنين ما حافظ غير شيء كل يقرأوا لهو الله أحد فالنبي صلى الله عليه وآله بيّن لهم أن هذه أفضل سور القرآن أفضل شيء زين وإذا قرأ سورا أخر همئلها فضلها يعني القضية ممكن الإنسان يلحظ جهات أخر سورة إننا أنزلناه مر علينا رواية معتبرة أن التوحيد وإننا أنزلناه هالسورتين لا تزكو صلاة إلا بهما إذا واحد يريد صلاة تزكو تكون زكية يقرأ إنا أنزلناه وقل هو الله أحد كراه هل يكره أن يقرأ الإنسان السورة نفسها في ركعتين أنا ما مر عليه شيء من هالقبيل نعم المذكور والوارد أنه يكره للإنسان أن يترك سورة التوحيد في الفرائض الخمس يعني فرضنا واحد اليوم يوم الأثنين من الصبح للليل إلى أن خلص فرائضه الخمس ما قرأ قل هو الله أحد قرأ سور أخر يجوز يجوز لكنه فعل مكروها بترك سورة التوحيد في الفرائض الخمس هذا ما يرتبط بالركعتين الأوليين نجي الآن للركعة الثالثة والرابعة في الركعة الثالثة والرابعة يتخير الإنسان بين أمرين أما أن يقرأ سورة الحمد وحدها من دون سورة أخرى ما لحق يقرأ سورة ثانية القضية مو قضية أنه بكيفة يقول أنا ودي أقرأ بالركعة الثالثة بعد الحمد مثلا أي سورة أخرى ما لحق بالركعة الثالثة إما أن يقرأ الحمد وحدها أو التسبيحات الأربعة الأربعة هذا الفصيح لأن التسبيحات جمع تسبيحة مؤنث والمؤنث إذا ذكر العدد له من ثلاثة إلى تسعة العدد يخالف المعدود المؤنث عدده يصير مذكرا والمؤنث عدده والمذكر عدده يصير مؤنثا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ليال جمع ليلة ليلة مؤنث ونقول مؤنث هذه ليلة ومنقول هذا ليلة الأيام جمع يوم اليوم مذكر منقول هذه يوم منقول هذا يوم فبما أن الليال مؤنث جمع شيء مؤنث الآية قالت سبع ليال ما قالت الآية سبعة ليال سبع ليال الأيام بما أنها جمع شيء مذكر مو جمع مذكر سالم جمع شيء مذكر يكون العدد مؤنث وثمانية أيام الآية الشكل قالت قرآن هذا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما زين فالتسبيحات الأربع هالشكل الفصيح ما له اللي يقول التسبيحات الأربعة غلط لأنه تسبيحات جمع تسبيحة والتسبيحة مؤنث شنقل نقول هذه تسبيحة ومنقول هذا تسبيحة منقول هذه تسبيحة فمن نجيب الرقم نقول التسبيحات الأربع فالركعة الثالثة والرابعة إما أن يقرأ التسبيحات الأربع أو الحمد تسبيحات الأربع كم مرة يقراها؟ مرة وحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خلص هذه أربعة شون صار التسبيحات أربعة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يسموها التسبيحات الأربع من جالها مرة وحدة خلص أدى المطلوب نعم الأفضل والأحوط لأن هناك رأيا في الفقه لعدة من الفقهاء أنها تقرأ ثلاث مرات يكررها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يرد يقراها يرد يقراها ثلاث مرات أفضل وأحوط لكن المرة أيضا تكفي ويستحب بعد التسبيحات الأربع الاستغفار يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه هناك بعض الأمور التي ترتبط بالقراءة في الركعة الثالثة والرابعة تأتينا غدا إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر